ثمانية أسابيع قبل الاستحقاق الرئاسي ينشر الصحفي الموخد رامبوب وودود تسجيلات صوتية ضمن ثماني عشرة مقابلة أجرها مع الرئيس ترامب لكتاب يحمل اسم غضب أقر فيها ترامب إدراكه مدى خطورة فيروس كورونا وأنه أكثر فتكاً من فيروس الإنفلوانزا لكنه أخبر الأمريكيين العكس لأنه لم يريد خلق حالة من الذعر والهلع في بداية تفشي الوباء دوماً أردت أن أقلل من حجم خطورة الفيروس لأنني لم أرد خلق حالة من الذعر ودافع البيت الأبيض عن الرئيس وكتب ترامب مجموعة من التغريدات تتهم الكاتبة بعملية اغتيال سياسي وباستخدام التسجيل في وقت انتخابي حساس وأضاف أنه أدار خلية الأزمة لمواجهة الفيروس بحكمة ونجاح لن أقود هذا البلد أو العالم إلى الهستيريا علينا أن نظهر الريادة وآخر ما تريد القيام به هو إثارة الهلع وسيستغل الديمقراطيون هذه التسجيلات باعتبار الرئيس كذب على الأمريكيين وتسبب في موت كثيرين لأنه لم يبلغهم بخطورة الوباء ولم يرتدي كمامة في العلن حتى شهر تموز وأصر أن الفيروس سيختفي بحلول شهر إبريل وتظهر استطلاعات الرأي أن ثلثة الأمريكيين غير راضين عن أداء الإدارة في التعامل مع الجائحة وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن السبب الوحيد وراء التقليل من خطورة فيروس كورونا كان لطمأنة الأمريكيين وأن الرئيس ترامب لم يكذب عليهم مؤكدة على ضرورة الالتزام بالهدوء وبالثقة بأداء الإدارة نادية البلبسة العربية واشنطن